الجيش المصري كشف في منورات عسكرية قادر عن مدفع مجرور من نوع دي 30 وده مدفع سوفيتي مجرور تم تعديله وتحمله على شاحنة عشان يكون مدفع مصري ذاتي الحركة عايزين دلوقتي نعرف مواصفات المدفع المصري المعدل وليه مصر حولت المدفع المجرور السوفيتي إلى مدفع ذاتي الحركة تعالوا بنا نعرف التفاصيل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الجيش المصري كشف في منورات قادر العسكرية عن نسخة معدلة من المدفع السوفيتي الأديم دي 30 وده مدفع مجرور أديم تم تصنيعه في الاتحاد السوفيتي في الستينات وشارك في حرب أكتوبر 73 وبعد الحرب قامت مصر بإنتاج المدفع السوفيتي داخل المصانع المصرية الحربية ده لأنه مدفع جبار بالمعنى الكامل بيمتاز بانخفاض التكاليف التشغيل صفر أعطال تقريبا المدفع السوفيتي يا جماعة ما بيعطالش مهما كان مستوى كسافة نيران مهما كان مستوى البيئة اللي بيشتغل فيها مهما كان معدل إطلاق النار المدفع السوفيتي صلب جدا ما بيعطالش إلا في شديد الأوي وعشان كده اغفرت مصر المدفع دوت بالذات عشان يتم إنتاجه محليا داخل المصانع الحربية المصرية ومش بس إنتاجه كمان قامت كتاب المهندسين المصريين بتعديل وتحسين المدفع السوفيتي وتحميله على شاحنة من نوع أورال عشان يكون مدفع مصري ذاتي الحركة لو هنتكلم دلوقتي عن مواصفات المدفع المصري دي 30 فوزن المدفع 3.2 من 10 طن مدفع خفيف مش تقيل يمكن نقل وتحريكه من على سيارات وطائرات مروحية وإمكانية نقله بمنطقة البساطة وتحريك في الكطارات والشاحنات لدعمه إسناد أي مكان أو قطاع مهدد على كامل الاتجاهات الاستراتيجية في القطر المصري طول المدفع 5.4 من 10 متر عرض المدفع 1.9 من 10 متر ارتفاع المدفع 1.6 من 10 متر طاقم المدفع ما بين 6 أفراد إلى 7 أفراد المدفع المصري من عيار 122 ملي متر يعني قطر مصرورة المدفع الداخلية 12 سنتيمتر المدفع المصري تم تعديله عشان يكون هيدروليكي في الأول أو في النسخة السوفيتية من المدفع دي 30 كان المدفع يا دوي تماما تقعد تلف في المدفع بإيدك عشان تضبط إحداثيات الإطلاق الكلام ده قديم قوي وبياخد وقت طويل جدا وبياخد مجهود عضلي مرهق جدا العناصر المدفعية اللي بتشغل المدفع تخيل كده مع كل عملية إطلاق نار على إحداثيات مختلفة فيه واحد عمال يلف إطار المدفع عشان يضبط إحداثياته حاجة كده في غاية الإرهاق الكلام ده انتهى تماما وقامت مصري بتعديله المدفع السوفيتي دي 30 وركبنا عليه النظام هيدروليكي بيقوم بتحريك المدفع وضبط إحداثياته أوتوماتيك بشكل سريع جدا وبدون جهد عضلي وده جماعة بيعزز سرعة إطلاق النار وسرعة الاستجابة ورد الفعل وسرعة الاشتباك مع أهداف العدو قبل ما تستخبأ أو تهرب زاوية دوران المدفع المصري 360 درجة يعني يقدر يلف حوله نفسه في دائرة كاملة عشان يشتبك معه أي هدف في أي زاوية ممكنة معدل إطلاق النار ما بين 10 قذائف حتى اتنصر قذيفة في ديئة الوحدة مدى المدفع المصري ما بين 15.4 كم وحتى 22 كم الجيش المصري حمل المدفع المجرور على شاحنة وأصبح دلوقتي مدفع ذاتي الحركة المدفع الذاتي الحركة هو اللي بيكون متشال على شاحنات أو عربية بتاخد المدفع وتنقله وتتحرك به من مكان لمكان لكن المدفع المجرور هو اللي بيكون متشال على القوائم السلسية وعلى عجلات كويتش متركبين على الأجناب بالمنظر ده المدفع المجرور عشان يطلق نيرانه تجاه هداف العدو لازم المدفع يتثبت على الأرض وتتحط قوائم المدفع على الأرض ويتدق عليها عشان المدفع يقدر يوزع رد الفعل المدفع على الأرض بدون ما يحصل ارتداد عنيف يأثر على دقة المدفع بالتالي عشان المدفع المجرور يضرب بشكل سليم بنقوم بعمليات ناقل وتثبيت المدفع في الارض وده جماعة بياخد وقت طويل جدا وجهد عضلي كبير جدا كمان لو انت عايز تنقل المدفع المجرور عشان يروح يضرب في مكان تاني بتخلع قوائم المدفع من الارض وتبدأ تلم المدفع وتركب المدفع على شاحنة جر وتنقل المدفع للمكان التاني وتروح تنزل المدفع من العربية وتروح تثبت المدفع من تاني على الارض وتثبت قوائم المدفع وتطبط الاحداثيات شغلانة طويلة ما بتخلصي وبتاخد وقت طويل جدا ومجهود كبير جدا وعشان كده مصر قالت لا لازم احاول جزء او حاول المدفع المجرور دي 30 الى مدفع محمول ومتشال على شاحنات ويكون مدفع ذاتي الحركة اقدر احرقه من مكان الى مكان تاني بسرعة وبدون مجهود كبير فالسبب الاول اللي خل مصر تطور المدفع السوفيتي المجرور وتحاوله الى مدفع ذاتي الحركة من تشال على شاحنات ان مصر عايزة مدفعية سريعة تقدر تشتبك مع اهداف العدو بسرعة خارقة قبل ما العدو ياخد فرصته في تنظيم نفسه وتنظيم قواته وقبل ما ياخد نفسه تكون المدفعية المصرية رمت بتقلها في ساحة المعركة واسكتت جميع اهداف العدو بسرعة قياسية السبب الثاني ان الخصم المحتمل او الخصم الرئيسي لمصر الكيان امريكا جماعة بتدي احدث شبكات رادارات المدفعية في العالم رادار المدفعية ده رادار ارضي بيقوم بتتابع مصادر النيران وبيحدد المكان اللي خرجت وانطلقت منه المدفعية او الصواريخ وبيواجه المقاتلات او المسيرات او المدفعية لضرب مواقع اطلاق النار عشان يتم تدمير اي مدفعية او اي منصات صواريخ موجودة في المكان دوت في اطار الحرب المضادة للبطاريات زي كده ما بتعمل روسيا في اوكرانيا بالتالي عشان تحارب خصم رئيسي زي الكيان عنده تكنولوجيا امريكية في رادارات المدفعية فانت محتاج مدفعية سريعة جدا تقدر تضرب النار وتتحرك من مكانها وتخلي مواقع الاطلاق وتغير مكانها بسرعة قياسية قبل من العدو يضرب ويستهدف مكان الاطلاق وهناك لازم مصر تطور المدفع السوفيتي المجرور دي 30 وتحولوا الى مدفع ذاتي الحركة متشال على شاحنة يقدر يغير مكانه بسرعة وينتقل من مكان الى مكان تاني عشان يحمي نفسه من اي هجوم مضاد وده جماع بيعزز بقائة المدفع في ساحة المعركة وبصعب على الخصم الرئيسي انه يستهدف ضرب المدفع المصرية ويتدمرها السبب الثالث اللي خلى مصر تطور المدفع السوفيتي المجرور وتخليه ذاتي الحركة ان مصر عنده دلوقتي واحدة من اكبر القوات البرية واسلحة الدروع والدبابات في العالم مصر تريبا عندها رابع اكبر او رابع اكبر دولة في العالم من حيث الدبابات والمدرعات بالتالي الدبابات المصرية بعددها الهائل دلوقتي عشان تتقدم في ساحة المعركة وتقتحم تحصينات العدو محتاجة دعم واسناد هائل من اعداد كبيرة من المدفعية المتحركة اللي تقدر تتحرك مع الوية الدبابات المصرية وتسندها في ساحة المعركة وتوفر لها دعم وتمهيد نيراني ومن هنا مصري احتاجت انها تحول جزء من المدفعية المجرورة الى مدفعية متحركة تقدر ترافق وتصاحب الوية الدبابات المصرية في عمك دفاعات قوات العدو السبب الرابع والاخير ان مصري بتهتم جدا بتحسين قوة سلاح المدفعية المصري لان المدفعية بتعد قوة نيراني الرئيسية للقوات البريا المصرية واحنا عدونا معروف في الكيان اللي ما عندوش عمك جغرافي ولا عندو مساحة كبيرة الكيان مساحته صغيرة جدا 22000 كم مربع يعني قوة وصالة بالتالي لو انت عندك مدفعية محترمة تقدر تردم الكيان وتضرب كل شبر عنده وتسكت جميع اهدافه وتضرب مطاراته منشئاته العسكرية لوجستياته قوعده ارتده المدرعة كل دوات تقدر تعمله بالمدفعية بدون حتى الحاجة الى صواريخ وعشان كل الاسباب ديت مصر طورت المدفع السوفيتي المجروري الاديم دي 30 وخليته مدفع هيدروليكي سريع اوتوماتيك وكمان محمول على شحنة اورال يعني ذاتي الحركة لو عجبكم الفيديو ما تنسوش دعم القناة لايك وشير وسبسكراب للقناة اشوفكم الفيديو جاء ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة